اهلا بيكو رابع تدائي عايزين نحل مع بعض سؤال الرسم البياني اللي نازل في بنك المعرفة بيقول ايه ينظر حازم الى الرسم البياني ادناه الذي يظهر متوسط مقدار سوين اجيب قلم كده يظهر متوسط مقدار الطاقة التي يستخدمها شخص في فترة مئة عام يعني احنا من سنة 1920 ل2020 ده الايه متوسط استخدام الطاقة كما يظهر المصادر المتنوعة للطاقة المستخدمة ماشية ادرس الرسم البياني وراجع العبارات ادناه ضع دائرة حول العبارات الصحيحة هنشوف مين صح هنا بيقول لي في تسعينيات القرن العشرين فين التسعينات هنا تسعينات هنا اهو اللي هي ما بين سنة تمانين ما بين سنة الفين الجزء ده كده تمام ماله استخدم البشر كميات متساوية من الفحم والنفط نشوف يبقى احنا في المربع ده اللي في النص هنشوف او المستطيل في النص هنشوف هل فعلا فيه كميات متساوية من الفحم والنفط طب انا هشيل كده للقلم الشخبطة دي ونشوف هو الفحم فين الفحم اللي هو هنا اللونه اسود ده تمام النفط فين اللي هو اللون الابهد سنة اللي هو كده طبعا الكميات مش متساوية يبقى مش هحط دايرة عليه كان النفط هو الوقود الاكثر استخداما في تسعينيات القرن الماضي مين اكتر واحد كان بيستخدم هنا اه النفط هو اكتر واحد بيستعمل في التسعينات هنا اعلى واحد في الخطوط كلها يبقى دي صح ونحط عليها دايرة تمام كان الفحم باستمرار مصدر الطاقة الاكثر استخداما في القرن لا طبعا يعني انا شايف ان الفحم مش اكتر حاجة لان فيه النفط اعلى منه تمام فطبعا دي غلط تمام غيره بحلول عام 2020 ستكون الطاقة المتجددة ثانية اكثر مصدر الطاقة استخداما يعني تاني اعلى حاجة في الخطوط دي هتكون الطاقة المتجددة يطار الكلام دا صح ولا غلط فين سنة 2020 اهي تمام ادي 2020 اطلع كده بالخط دا كده وشوف مين اعلى حاجة اعلى حاجة الفحم طب تاني اعلى حاجة هتلاقيها الابهت لون اللي هي الطاقة المتجددة تمام يبقى دي صح شاهدة شاهدة استخدام الفحم تغييرا طفيفا في الفترة الزمنية الموضحة في الرسم البياني يعني من سنة 1920 ل2020 هل تغير استخدام الفحم كان طفيف يعني كان بسيط نشوف فين الفحم دا الفحم اللي هو لون الاسود ايوة تغيرات ما كانتش كبيرة اوي ولا قليلة اوي كان تغير طفيف يعني بسيط تمام فطبعا دي صح خلوا بالكو لان طبعا جديد موضوع الرسم البياني على طالب رواع ابتدائي يلا بالتوفيق ان شاء الله شكرا شكرا